مساء الخير عندي سؤال لو حتى عنده مرض مزمن وعايز يتجوز يقول على مرضه قبل الجواز ولا ما يقولش يمكن أول إجابة تيجي في دماغنا أنه لازم يقول لازم يكون صريح والطرف الثاني ييرفض ييقبل براحته وده اللي عملته أسماء بطل القصة حقيقية النهاردة بس كانت النتيجة أنه كل ما حد يعرف مرضها بيتهرب منها لحد ما هي قررت أن يتغير من طريقة تعاملها مع الموضوع طب عملت إيه أسماء تعالوا نقرر سارتها وتشوف بعد تقول لنا إيه اسمي أسماء وعندي 29 سنة معيدة في الجمعة الناس بتشوفني نكحة وشطرة بس أنا تعيسة في حياتي وعندي أزمة كبيرة هي اللي خلتني أبعت لكم حكايتي أنا ربنا بتلاني يا سيلي فأصعب حاجتين ممكن أي بنت تبتلى فيهم الصحة والجواز قضيت حياتي كلها متفقلة دايماً فرحانة ونشيطة ومجتهدة وبحاول أطلع الأولى في كل حاجة سواء في الدراسة أو أي مهارة بتعلمها كنت شعلت نشاط بلعب رياضة وفين وفين لما كنت بتعب أو أخد دواء لحد ما بدأت أحس بأعراض غريبة في آخر سنة كلي منها ضعفة في الحركة مشاكل في التنفس ونظري بدأ يضعف ووصل بي الحال أني بقيت بقعة كتير وأنا ماشي رجلي ما بقتش شايلاني زي ما بيقوله قلت أكيد ده إرهاق وهارجع تاني كويسة بس فضلت في النازل الموضوع طول ابتديت أروح للدكاترة رحت لدكاترة كتير معرفوش يشخصوني لحد ما واحدة صاحبتي قالت لي تعالي وديكي عند دكتورة مناعة شطرة ورحت معها الدكتورة قالت لي أنت مصابة بمرض مناعي نادر اسمه وهن العضلات المرض ده بيضعف حركة الجسم بيأثر على حاجات كتير لما سألتها طب إيه علاجه قالت لي ده مرض مزمن وهيفضل معكي طول حياتك ولازم تاخدي أدوية تزبط المناعة وكورتيزون مدى الحياة خرجت من عندها تايها جوايا ألف سؤال عن شكل حياتي اللي جاية ورد فعل أهلي لما يعرفوا أن جالي المرض ده لما فكرت شوية قلت الحمد لله قضى أخف من قضى على الأقل عرفت أخيرا أنا عندي إيه بعد شهور من اللف والدوران ورد كتر عشان أعرف أنا عندي إيه من غير فايدة الحمد لله برضو الدكتورة طمنتني أني لو مشيت على الأدوية هقدر أمارس حياتي بشكل طبيعي لكن جات لي حالة اكتئاب فضيعة لما عريت عن المرض وأعراضه وعرفت أنه ممكن يأثر على الحمل والخلفة وفي احتمالات أني أخلف طفل مشوه سألت دكتورة متخصصة قالت لي أن ناس كتير خلفت عادي من غير أي ضرر فارتحت شوي بقت المشكلة أني ما بقتش أستحمل أي مجهود وبحتاج فترة راحة وبتيجي علي أوقات بكون فيها مش قادرة تحرك خالص وفي نفس التوقيت ده اتقدم لي واحد من دفعتي كنت معجبة بيه طول فترة الدراسة بس من غير ما بيين له خالص اكتشفت بعدها أنه هو كمان كان معجب بيه لدرجة أني ما قدرتش أستنى لما خلص دراسة وهو كمان فجي طلبني من بابا وماما واتفقنا ساعتها أن الخطوبة تبقى على آخر سنة دراسة عشان نكون اتخرجنا وقتها حكيت له عن كل اللي الدكتورة قلته لي قال لي ولا يهمك أنا أفضل جنبك فرحت فضلنا على الحال ده لمدة خمس شهور لحد ما اضطريت أعمل عملية صعبة سابني بعد العملية بشهر من غير أي مقدمات حاولت أفهم منه ليه قال لي أنه تعبين ومش عايز يظلمني وأنا منسزكتي قلت له ولا يهمك أنا أفضل معك العمر كله زي ما أنت قلت أن أنت هتفضل جنبي العمر كله اتمسكت بيه لكنه رفض برضو وقال لي كل شيء اسمه نصيب فضلت الفترة طويلة بتقلم بعد عيط خاصة أنه ألم هو وجع العملية كان لسا موجود والجرح كان لسا ما أفلش بالمناسبة الشخص ده دلوقتي تجوز وخلف وكمان جاب ولد وسماه نفس الاسم اللي كنا متفقين عليه لما كنا مرتبطين المهم قلت لبابا وماما أن أنا لازم أعتذر السنة دي وما أدخلش امتحانات لأني تعبانة جدا مش مهيئة نفسيا لكن زعل بابا وماما خلاني أحاول أقف على رجلي من تاني دعيت ربنا كتير أنه يساعدني بدأت أحط كل التقطي في المذاكرة كنت بذكر يا سالي وأنا بعيد كل يوم بتحدى كل الظروف عشان ما زعلش أبويا وأمي لحد ما الحمد لله نجحت وبامتياز كمان جالي تعيين معيدة في الكلية في الأول فكرت أسيب التعيين عشان تعبي خفت ما قدرش على شغل الكلية والتحضير والكلام ده لكن الدكتور اللي بيتابع حالتي وماما وبابا وأخواتي كلهم شجعوني لحد ما استلمت التعيين الحمد لله في الوقت ده كنت كل ما روح حتى كان بيجي لي عريس الحمد لله أنا على قدر كبير من الجمال وأنا جميل أنا مبسوطة بك والله وكانوا بينبهروا بي بس أول ما يعرفوا أني مريضة كلهم بيجروا كأنهم مثلا حاسين أن أنا عملت جريمة بشعة أو مثلا شافوا عيب في أخلاقي هتقولي لي في ستين ده هقولك ماشي بس في كل مرة كنت بحس أن كرمتي بتتبهدل وبتوجع لحد ما تقدم لي حد كويس قلت مش أصرحه بكل التفاصيل من أول مرة خليني أقوله كل حاجة بعد الخطوبة عشان يكون عارفني كويس وعارف شخصيتي وفعلا ارتبطنا وبعدها بشهرين وقبل ما خليه يدفع أي مليم على الجوازة حكيت له على كل ظروف مرضي فقال لي يا ستي أنا راضي بك كده وساعة الولادة والحمل يبقى يحلها ألف حلال كنت فرحانة جدا وحسيت أن الشخص ده عوض ربنا لي اشتريت جهازي وبابا وماما صرفوا دم قلبهم وفي اليوم اللي اشتريت في فستان الفرح قبل ما عاد الفرح بشهرين سابني سألتوا ليه عملت كده ما أنا كنت أقللك من الأول قال ليه بصراحة أنت كنت مبسطة للموضوع قوي ما كنتيش واضحة معايا من الأول ومامته قالت لي ينفع ترتبتي بواحد بيشرب مخدرات ومخبي عليك إن هو بيشرب بقى مردي شبه المخدرات في نظرهم وبعدها بشهر عرفتوا أنه راح خطب واحدة تانية وعاش حياته عادي جدا وتجاوز ودلوقتي المفروض أن أنا وسط كل ده أكمل حياتي وأبقى قوية وأروح شغلي في الجامعة وأكمل تحضير ودراسات عليا ولا كإن في حاجة حصلت تخيالوا أنتوا لو ما كاني كنتوا هتبقوا عاملين إزاي كنتوا هتبقوا عاملين إزاي من جواكو بتدعوا على الناس اللي أزوكو دي قد إيه وإزاي أصلا الناس اللي بترجع يعني بتجرح دي بترجع تكمل حياتها ولا كإن حاجة حصلت طب بتناموا على مخدتكم وضمركم مرتاح ولا كإنكم كسرتوا قلب بني قدمة وقهرتوها بالشكل ده عشان سبب بيه ملاش زنب فيه دلوقتي بقيت بشوف عرسان كتير متقدمين لي لمجرد إني لازم أعمل كده عشان أرضي ماما وباب وأعمل اللي علي مع إني عارفة اللي فيها وكلهم للأسف بعد ما بيعجبوا بيه قوي في الأول بيرجعوا تاني في كلامهم ممجرد ما بيعرفوا مرضي مع إنه لمعضي ولم شوش شكلي ولم أثر على أي حاجة بحاول أبقى قوية وأكمل وعارفة إن ربنا بيحبني وعايز يرفعني درجات بكفر زنوب بيها أكيد بس غصبا عني بضعف وساعات بحس إن الشايلة حملة كبيرة قوي قولولي أعمل إيه ممكن تكون الرسالة الجميلة ديها أسماء من أحلى رسالة اللي جات هنا في قصة حقيقية واحدة جالها مرض فجأة ممكن تحصل لأي حد لقدر الله هي مش مسؤولة عن مرضها صح بس إحنا بنحصيب عليه معين وارد أي حد فينا في ثانية يمر بابتلاء زي دا لقدر الله طب أسماء شعورها إيه دلوقت كل التجارب اللي عدت عليها دي واللي عملت شوفها هتبقى عاملة إزاي طب هي تتصرف إزاي طب مطلوب منها إيه مفروض تعمل إيه عشان تعيش حياتها بشكل طبيعي طب أقول لكم إيه عشان السؤال دا اللي أنا عمل أفكر فيه طول الحلقة من ساعة ما كنت بذكر القصة هل لو حد عنده عيب خلقي أو تشوه أو مرض لازم يقول قبل الجواز هل الطرف التاني من حقه يعرف ولا لا